المترجم للقناة 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 لدينا الإنسان موجود من مقابل التاريخ مميئ من عصر مقابل التاريخ لدينا مقابل التاريخ ونبدأ لدى المتشف يجب أن يكون هناك مرة أخرى لا أعرف من هنا على فين هذا البن من الثانية من هنا كيف سأذهب إلى الأخرى؟ كيف سأذهب إلى هذا الطريق؟ هذا الطريق هذا الطريق؟ شكرا شكرا موسيقى ما هي المسلمة موسيقى 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 مصر أزوري مصر الأزوري اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 يعني لما يكتفوا واحدة فجعبين كل اللقوية مئات مية كبيرة من كل شيء ننزل من هنا على الدور اللي تحت نشوف في حاجة فتتنا رجعنا مطرح ما كنا انا اريد ان اطلع للدور اللي بعد كده انتخلنا على الغرفة ثلاثة مية كبيرة خيام السواح صعب جدا رغم ان انا جاي بعد الظهر دي كانت مخبرة تم خلع المخبرة بالخامل واعادة اعادة تركبها هنا في هذا المكان هذا المحفل واه اه اه اجزاء من المخبرة وانتداد الصالة اللي احنا فيها وعملنا بنفس التفاصيل اللي كانت موجودة مغادرة ايجزاء موجودة من مجرد من يا جاي نظر بعد اكتف من كمل المسيرة من كمل المسيرة محفل خلق مكانها ونحن نحن على صالة رقم 4 أو 11 اشتركوا في القناة 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 في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 جزء من طابوت هنا مميان هو الطابوت هذا الغطان بين المalia اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل مدينة كان ليا اله معين او مجموعة من الالهة واختلفة فحطين خريطة فوق وحطين الالهة تحت بيعرض لك كمية كبيرة طبعا من الالهة كهب الغطي مصر بالكامل كل مدينة لها معبود خاصة بيها على سبيل البركة لو عدناهم يعني هتطلعوا واحد واتنين ترداد انا اعرف انهم اتنين واربعين. بس ماشي خريطة موجودة بيدرسها. ونشوف عددهم كامل. جاهز هما ما جابوش كل الاليها. انما اعرف العدد الكامل اثنين واربعين. طيب نكمل. وهو القاعة. قرد محنط. حيوانات اخرى محنطة. وهنا في عقل ابيس. محنط. في سمك محنط. هو يوازال في سيخي. تمساح محنط. سمك محنطة. تمسيل فنية صغيرة الحكم ولكن في منتاع رابع ورقمالي. ازيس وازوريس على حجرها. هنا في اه اه انا شكوا ازاي الواصل بقى انه. ممكن دي تكون ازيس. هنا بقى في ارواع قطع في المتحق بصراحة. ومش عارف ازاي خرجت من المتحق. الكفن ده او التابوت ده. روعة. روعة في التصميم. حسنا وارا من قريب ان هارجع لورا. ماشين يشوف مدى جمال الحفر. ده على خلفية بتاعته. من ورا. انا برضو من نفس المجموعة شبيهة. انا حد كبير بهزا العمل بالبهر يعني. اسمه بقى والتفاصيل ممكن نجابهن على الانترنت. نصور من بعيد. السواء احطر نديده هنا بكلامه اخوالي ويصورون من جماله. محفورة على بازلت بازلت اسود صعب جدا في الحفر. ازاي عملوها من برش. محفورة على overlook. حسنا. ترجمة نانسي قنقر 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 والتوابية المصاحبة لها الغطاء والممية وباية الغطاء اللي تحت الصندوق دول اثنين الممية الغطاء بتاعها تحت الصندوق ثاني تابوت ثاني والممية بتاعته برا وهي نايمة في المنتصر وده تابوت ثالث برضو الغطاء اللي فوق الممية في الغطاء اللي تحت في هنا ناس نايمين يعني جوه يعني بدأ من قوله رست ان فيس من قوله رست ان يوزيوم طيب هنا بقى مجموعة جميلة جدا من الحلي دقيقة الصندوق عشان تشوفها مقاسا عطيدي هنا عشان تعرف انها صغيرة جدا مهاجات صغيرة جدا وفي المنتصر الروع والجمال ادخان العمل الفني هي زي الدفقة شوفها اني حجمها قد ايه صغيرة جدا وهي عبارة عن ايه مثال دقيقة الصندوق يعني صغير جدا ادخان العمل الفني طب انا قلصنا الخاعة دي دي هنا كوحات فنية جميلة يعني كل واحدة منهم تصرح منها تكون تفتح متشفة واحدة من جمالها نكمل ونشوفها بعيد القاعات فيها ايه 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 انا عندي صغيرة جميلة والو نحن نتقل على الصارة العادية كتشة 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 هذه الأشياء التي قبلها. هذه هنا رجل أبيس محنط وهنا كمية كبيرة جدا من الحيوانات محنطة اهو جايز يكون فيه فران وقطط تعبين مجموعة كبيرة وفيه إرض في الرقم له المحنط كبيرة جدا من المحنط السمامة فيسارة عمت الفرق ترجمة نانسي قنقر 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 عصر البطلمة. الحجر ده من ايام كريفاترا. موجود عليه سورة كريفاترا. هذا جميعين. يتقدم قرابين بالاليهة. هنا كتابة كتابة محفورة بس صعبة جدا على العلماء النومي أوهر. ناخد صورة من كلامه. هنا وضح الدأسير اليوناني على الفن الفرعوني. طبعا هنا في كمية من ورق البردي. مغفوها الحارث الى اخيرا. وده عمود تقريبا عليه حطحور. اللي هي بتمثل ازيس في بعض المواقف. هنا في كتابة جميلة ملاوانة. موسيقى 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا 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 للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة وهذا قناعة لأميرة فرعونية عاشت خلال عاصل روماني قناعة من الزهب الخالص واضح طبعا التأسير الروماني على هجين الكوش أعتقد أن هذا صليب ممكن أن يكون في مرحلة ظهور المسيحية لأنه الروماني كان في مصر أثناء ظهور المسيحية ووجودها في مصر نرى القاعة اللي بعدها نرى القاعة جديدة يتم الدراسة عليهم نرى القاعة جديدة نرى القاعة جديدة نرى القاعة جديدة نرى القاعة جديدة انتظرنا أن نرى القاعة جديدة ونشوف اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة شكرا في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة اشتركوا 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 في القناة ده المجموعة اللي هي فيها الصالة السحمة وأمون حنروح بقى على آخر قاعة في آخر الصالة دي اللي هي فيها معبد لما نقلب الكامل من جنوب مصر من عابد النوبة وتم إهداؤه إلى إيطاليا بواسطة الحاكم في هذا الحاكم اللي بنى السد العالي وغرأ الأثار بعث يقول لهم انخذوها واخذوها المعبد اسمه المعبد اللي سي من المعبد اللي سيئة من المعبد اللي سيئة من المعبد اللي سيئة براقل المعبد اللي سيئة من المعبد اللي سيئة الرجل هي ضعيفة جداً ولكن إذا أقفتها وشكل المعبد موجود في نموذج مصغر موجود فيها زيل باترينا وضع الشكل المعبد لما غادرين ونألوها لهم حملة الطمبية حاكم مصر في هذه الفترة وتم إهداؤه إلى إيطاليا زي معابد أخرى برضو تم إهداؤها إلى الدول المشتركة في إنخاذ هذه المعابد وبكده نكون خلصنا يمكن أكثر من 90% من المعبد من المتحف لو ما كانش 100% لأن ده أنا شايفي ده تقريبا كل شيء شكرا للمتابعة وإن شاء الله بنشوفكم في تسجيل آخر لشيء آخر سوف أترككم مع تمثال السيتي الأول ضخمة وهو أضخم تمثال في المتحف